ليشا العفور الله راش فار ليشا العفور صحا في حول ليشا العفور ليشيش اتفجأت المقريد في احد المواقع المغربية العالمية و موقع عادة يجيب يعني مخبار صحيح يقول انه اللارام يعني الخطوط الملكية المغربية الرايال ايرمار تبرن من جراحانات الى الجزائر في الشتاء المقبل هو اثال خير هو اثال خير انه تبرمز يعني انه فيه امل انه تفتح حدود الجوية اللي ما عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى تفتح صحيح من المقرر ان تؤجل شركة القطوط الجوية الملاكية المغربية رحلاتها الجوية من مدينة ضربيضة الى العاصمة الجزائر مجددا الى بداية فصل الشتاء لانه كانوا كانت قد اعلنت عن عودة تنشيط الخط المثقوب خلال الثاني من سبتمبر المقبل يعني في شهر سكتون تبدأ الا انها اجلت ذلك كله ثلاثين اكتوب الى لكن يبقى ذلك مجدد احتمال في ظل القرار الجزائري الوحادي الجانب القاضي باغلاق المجال الجوي امامي ويظطر الموقع الاعلامي هذا اشكاين يظطر انه المصادر اللي اعتمد عليها تقول النظام من الحجزات يشير الى ان العودة المحتملة للرحلات الجوية للخطوط الملاكية الجوية ستمكن من القيام باربع رحلات اسبوعية تقول كل واحدة منها 147 راكب من الدرجة العادية و12 في درجة اعمال على متن طائرة من النوع بوينغ 877 من 10 إلى 5 دقائق الصباح وتوصل على الساعة 12 إلى 10 دقائق ورحلة العودة من الجزائر استتم في الساعة الواحدة و 5 دقائق مساعة لتابط مطابة البيضة على الساعة الثالثة و 5 مساعة ورغم ذلك فإن العجوزات لا تزال متوقفة يختموا بسؤال يقول لك فليؤشر الأمر على احتمال العرف على الحظب بعد أن قررت الجزائر الإغلاق الفوري المجال الجوي أمام الطائرات المغربية موضو 22 شبتمبر من ساعة 2022 يعني واش اللي يبرر غرق الحدود هذا نحبوه نفهم وشي برر غرق الحدود الصحة المغرب قال لك غربنا في 63 أوكي وقال لك راهو قاعد يسبفينا أوكي احنا ما نسبوه ما هو ليس جميعا احنا نجلسة الجزائر إن تمسكينها كما يُعرف على الجارة اللي يراجلها انترى يتحرج بهها يا جارة يتحرج بهها ويترد عليها وهي مسكينها مبخص ما بها تشكي لإن الجزائر إذا كان مغربية تدد عليها فعمل وأمام اللي أمم المتحدة أمم المجلس الأمم يقول راهو قادين يستفزوا فينا ويتردوا عليها لإن الجزائر يعدو النفاسي ليس كذلك وضع غريبة وصلت لك هكذا يجب أن يتبلغ فيك وكذلك كل شيء دوغ دوغ ليس كذلك دعين من المفروض ليس كائد من الأجواء هذه كائد يعني يعني مناقشات كائد مفاوضات ماذا تكون مفاوضات في السرق بعد يخرجوا يفقجوا الشابين قال مركلي حبي يحكم طيارة بشرح المغرب يروح هاو يرقى في الفايدة يرقى فيها كائد رحالات يقوموا أمام يدعوها يسترحالة ثمانية رحالات هاو يدخل لك الدرام يا رب شيرين يدخل الدرام هاو يدعو زوج جملة الناس يدعوها لأنو الخاصي الكبير شوفنا بجابوريدة من الزاير في القلنة تفتح للمجال الجولي يعني انو هذا القرار ما يهمش المسؤولي هذي عقوبة الشعوب هذي عقوبة الشعبية الوريطة وهذه الخارجية المعربية يجعل وفتاح وفتاح لما الفريق اللي كان بش يرافق المالك محمد السادس ولي جاء بش يحضر عن الترتيبات وصول المالك محمد السادس للقمة العربية حلوله من المجال الجوي جاء في طائرات المعربية تفتحنه من المجال الجوي لذلك المجال الجوي مغلوق غير من الشعب تكشفه روحكم يولد الحرام والباب يقول لك لحنا الشعب المغربي يحبه ونكله لكل احترام وقف معنا وقف معك وقف معك وقف معك وقف الصح وقت اللي كانوا رين لماذا يقتلوا فيك فرنسا كان تقتل فيك اليوم تعطيه خبديك لماذا 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 البرحة ستنقولها لما يتكلم على ربعة وتشعية قال لك حجزوا الجزائريين 350 الف وعالي فريكو ميساريات بوليس وفيكداو ويترطوا فيهم ما كنت تكلمت على 75 جزائر ولكن إذا تتعى السبع الأخرين وخمسة أنا ما اشتعى فوتبار طلبة جزائريين اللي دفعين المصاريف تعدي راستهم أرضوهم الجامعات الناس بلاعب فلطان سعيود كان يلاعب في الأهلي عشا غير قلعوا في الباب بخاف خرج يقضي يضربوا فيه الشعب يضرب فيه ماش قدر الشعب المصري طالع في البالكون باش يضربوا الجزائريين يححيوا فيهم ماذا تقولوا ليش شارك مع مغرقتش على الحدود والأجواء على مصر ماذا تقولوا ليش تكيفاش اني فاق اني فاق يجاوك الإخبار على الإمارات يغلقوا سيدي الحدود وغلقوا كل شي عن الإمارات وغلقوا لما جاء الجو بيوقع وعيد السافيرتاهاك وحاوز السافيرتاها هون ماذا تكيفاش منذير هاش هذه لأنكم ولد حرام نيتكم خبيثة مشكلكم مهوش مع المغرم ولا مع الإمارات ولا مع مصر مشكلكم مع الشعب الجزائي اين تعم مشكلكم مع الشعب الجزائي ليرافض يعطيكم الشرعية وعمركم ما تشوفوا هذي الشرعية الشرعية دي عمركم ما تشوفوا خلنا عندي وضعك الموضوع الإمارات وتخلات مجددا حنوا الغناء وضع الإمارات لأنهم أين حمتك ربيلاحمنا رجل أفرق صحب يحط صحب يحط صحب يحط شكرا